أمل عدد من السياسيين والإعلاميين أن تغلب إيران لغة الاعتدال في خطابها وممارساتها مع دول المنطقة وقالوا في استطلاع رأيي لأخبار الآن أن ذلك سيصب في مصلحتها أولا ومن ثم مصلحة دول المنطقة لأن بناء قاعدة التفاهم فيما بين إيران ومحيطها فرصة للتعايش من أجل رفاهية شعوب المنطقة نأمل بأن العقلاء والحكماء يسودون وأن المغامرات تقف فمصير المنطقة كلها يعتمد على أن لا نترك الأمور للإشرار ولكن الحكماء هم اللي يتصدرون المشهد السياسي وبدنا التوفيق للجميع إن شاء الله المجيء بإيران إلى الاعتدال هو قرار إيراني وعسى أن يكون دائما لأنه في مصلحة إيران ومصلحة المنطقة ككل وفي المصلحة العربية أن تكون هناك مخاطبة مع الاعتدال في إيران هذه المشكلة تبقى مشكلة لأن في إيران انقسام ما بين المعتدلين وبين الذين يقاومون الاعتدال فإذا عسى أن يتمكن الاعتداليون أو المعتدلون في إيران من مسك زمام الأمور كي يكون في الإمكان فتح باب جديد على الحوار وفعلا لا يكون هناك تفاهم ما بين إيران والسعودية والتركية ومصر لنبدأ بالتفكير بما تحتاجه المنطقة وهو إعطاء الفرص لشبابنا لإيجاد فرص العمل للتعليم لاستفادة من مواردنا الطبعية للتواصل مع المستقبل بدلا من الوقوع في فخ هذه الحروب والتحديات التي لا أمل منها لمستقبل منطقاتنا العربية يخلقهم التدخل الإيراني دائما مع الوزير هو القلق الأول والأخير والدائم ترجمة نانسي قنقر